كما أشار رئيس عبدالفتاح السيسي إلى تبادله وجهة النظر مع رئيس السنغالي بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة وأكد الرئيس السيسي على الاهتمام المصري بجهود صون السلم والأمن وتحقيق الاستقرار في القارة الأفريقية بما فيها منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي فضلا عن منطقة الساحل الأفريقي مؤكدا استعداد مصر لدعم الجهود الأفريقية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف كما تبادلنا وجهة النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة حيث أكدت على الاهتمام المصري بجهود صون السلم والأمن وتحقيق الاستقرار في القارة بما فيها منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقي فضلا عن منطقة الساحل الأفريقي والتي تشهد تطورات وتحديات متشابكة نظرا لتفاقم وتمدد الجماعات الإرهابية وأكدت على استعدادنا لدعم الجهود الأفريقية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال توفير برامج التأهيل وبناء القدرات عن طريق الأجهزة المصرية المتخصصة وكذلك مؤسساتها الدينية العريقة وذلك لإعلاء قيم الإسلام الوسطي المعتدل الذي تنادي به مصر في سبيل القضاء على الإرهاب ترجمة نانسي قنقر